نجاحات أسرية مع الدكتور عوض مرضاح بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعية الأكارم حياكم الله في برنامجكم نجاحات أسرية جاء رجل لستيفين كافي وهو متخصص في العلاقات الأسرية في إحدى مدن بريطانيا ومعه يعني زوجته عندهم مشكلة في العلاقات الزوجية أو مشكلة في المحيط الأسري فاستأذن ستيفين كافي أنه يجلس مع الزوج بداية وجعل الزوجة في قسم الانتظار أو قسم السكرتارية فقال له إيش مشكلتك فقال يا ستيفين زوجتي كويسة وحبوبة وطيبة إلا أني لا أحبها إيش أسوي معها فقال له ستيفين كافي مباشرة أحب زوجتك فرجع يكرر عليه مرة ثانية أقول لك أنا زوجتي كويسة وطيبة بس أنا ما أحب زوجتي إيش أسوي فأعاد عليه ستيفين كافي قال له أحب زوجتك فبدأ الرجل اللي هو الزوج يغضب وظن أن ستيفين كافي يخسخر به ويتمهلل عليه أو يتندر به ففي النهاية قال له ستيفين كافي اسمع أنت قلت أن زوجتك امرأة طيبة وحبوبة ولكن أنت لا تحبها قال له صح وأنا أجبتك أحب زوجتك فقال له كيف أحب زوجتي فأخبره ستيفين كافي قال له أحب زوجتك الحب سلوك خلوني أقول لكم على الحاجة الحلوة اللي رح تزيد إن شاء الله حياتكم الأسرية نجاحا إلى نجاح كل زوج يحب زوجته أو ما يحب زوجته أو كل زوجة تحب زوجها أو ما تحب زوجها هذه الأمور قلبية ما نعرف عنها إحنا أقول لهم تصرف كما لو أنك تحب زوجتك يا بوي أنا ما أحب زوجتي يا دكتور أنا ما أحب زوجي نقول مع ليش في قبول مبدأي أعطيك طريقة جرب معي الطريقة هذه وجربي معي هذه الطريقة فقط لمدة سبع أيام متصلة تصرف كأنك تحب زوجتك أعطيك بعض الأمثلة لو أنت يعني البحر شاسع في الأمثلة الكثيرة لو أنت رجعت من الدواء الشخص اللي يحب زوجته أول ما يدخلوا إلى البيت إيش يسوي ممتاز يدور على زوجته يا فلانة ويبوسها ويضمها والآن أول ما شفتك ارتحت الزوجة اللي تحب زوجها أول ما يدخل زوجها إلى البيت إيش تسوي انتبه معي الآن ما راح نتكلم نقول هي تحب أو لا لكن نقول المرأة التي تحب زوجها كيف تتصنع وكيف تفعل عند استقبال زوجها بتقول والله أول ما يجي أنا استقبله عند الباب وأحضنه وأقول يا هلا وتو البيت ما نور جيد أعطيك مثال آخر لو كنت أنت وزوجتك على مائدة الطعام الزوج اللي يحب زوجته إيش يسوي في الغالب في الغالب أول ما تبدأ هي ياخذ يعني قطعة من الأكل يعطيها في فمها الزوجة اللي تحب زوجها قبل ما تبدأ هي ممكن تشربه العصير إلى آخرين تصرف كما لو أنك تحب شريك حياتك فييجي واحد يقول طيب يعني كذا أنا قاعد أضحك على نفسي وأضحك على زوجتي لا يا أخي الكريم أنت ما تضحك على نفسك ولا تضحك ولا تضحكين على شريك الحياة بقدر ما يكون هناك استقبال رسالة ذهنية للعقل الباطن يستقبلها مباشرة ويبني على التصرف بدون النواية إيش التصرف التصرف أني أنا تزينت الزوجي وابتسمتي وجهي وقلت يا هلب حبيبي يا مرحبا إيش تحب تشرب تحب تشرب مشروب حار ولا بارد تحب أسوي لك شاه تحب أسوي لك عصير فرتقال إيش اللي تحب فالأقل بغض النظر عن النية يستقبل هذه الرسالة بأن هذه الزوجة تحبك يا فلان أتمنى لكم الحب الرائع اللي يرضي الرحمن تبارك وتعالى ويزيد حياتكم الأسرية نجاح وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة